السلام عليكم البنات كيف رأيكم كل شي مزيان كانت تمنى تكون أموركم كلها بخير وعلى خير محبوب لكم شوات حبيبة الغاوي مع وصفة جديدة واقتصادية وديدة بزاف هاد الوصفة هدي غادي نستعملوا فيها القشور ذي اللوز اللي دي جا يعني استعملت اللوز بعد ما فسخته احتفطت هاد القشور هادو فليهم عدة استعمالات فلنستعملوا هاد القشور هادو اللي كيكونوا يعني يحلت احتفلنا اللوز في الماداق دي الحلوة كينا بحل فيها اللوز يعني ما كان نقشعوش اننا نستعملنا فقط القشور هاد القشور هاد كنفضيهوهم في المجامي حتى نبغيهم كنفضهم كنشعلوا فررام زين ونقس عليه كنفضهم حتى يكرمو بهاد الشكل هادا وكنطحنهم في مولينيكس كيأتونا امبوضغ سوف نحتاج المقادير هذه الوصفة 4 زبدة سوف نحتاج زيت الماء سكر سنيد وقشور اللوز مطحوني سوف نحتاج السرشي الفاني معجوش خمارات حمرين سوف نحتاج الدقيق حسب الخالط سوف نضيف الرشة الملح التي تجعلنا خاصة سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة بالنسبة لزبدة لا يمكن ان تستعملوا زبدة الحيوانية او اي زبدة ولكن من الاحسن سوف تكون بوطة لانها تكون قليلا لا تكون قصحة تكون قليلا كريمية تسهل الخدمة وحتى الحلوة تكون قليلا أحسن من المارغارين العادي سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الرشة الملح والسكر العبار بكس العنبة سوف نضيف سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة سوف نخلط كل شيء حتى تنسى جملة العناصير مع بعضها سوف نضيف الزبدة بالنسبة لهذه الحلوة تكون شيشة و تكون جيدة و تكون جيدة يعني بحالة مخدومة باللوز ولكن فقط نستعملنا غير القشور يعني وصفة اقتصادية و جيدة سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة مزيان مع الزيت والسكر كنخدموها حتى كدوب لنا مزيان سوف نضيف عليها هاد الكاس ديال القشور ديال اللوز بعد ما تحنتهم مزيان كندخلوهم الفران و كنصخنو الفران مزيان و كندخلو دوك القشور كنخليو شوية تقريبا واحد ثلاثة ديال دقيق باش يلا كيخرجو لنا دوك القشور كيخرج فيهم الماداق ديال اللوز باش كيعطيونا داك اللوغود اللوز و خما يعني خاوين سوف هنا يا بعد ما خلطت مزيان سوف نضيف الساشي ديال سكر الفاني سوف نضيف الساشي ديال سكر الفاني و سوف نزيد هاد جوش خمارات هاد القياس عدد ديال الخميرة هو 14 قرام أو 16 قرام عفوا سوف ندخل فيها هاد الخميرة هادي هنا يا غا نبدى نضيف الطحين هذا الدقيق ديال فورس سوف نحاول انني ندخل فيها هادك الطحين بلا ما نعجنها يعني ما غاديش نجمعها هكاية بحل كندلكها فقط غادي نجمعها بالكف ديال اللي يدو الأصابع باش كتجمع لي العجين و كنردوا معها بلنا باش ما تقصحش لنا لاني لكترنا العجين فغادي تجينا صعيبة شوية باش اننا نشكلها على شكل هيلان هنا يحتى كنجمعها كنبقوا يعني كنشوفو هاي لبقي خاص شوية ديال الطحين كنبدو نضيفو شوية بشوية حتى كنتحصلو على القاوام اللي بغينا ما بغيناش الحلوة اننا ايجينا العجين قاصح كيف كنعفو ما فيش البيض فهد العجين هدا فقط في زبدة او الزيت لهذا كننحرسو على اننا ما نكتروش طحين باش ما يترملش لنا الخاليط ديالنا صافي كنواصل حتى كنجمع العجين ديالي حتى كنتحصل على القاوام اللي كيكون يعني ارتب و في نفس الوقت يعني واخد حقوه من طحين كيجي على هات الشكل هدا هنا اغا اخذيتو و غادي نشكلهم على شكل اصابع بهات الشكل هدا كننخد القياس ديال الغريبة صافي و كنشكل اصبع بهات الشكل هدا و كننحاول انني نجمعه يعني في الجناب و كنحاول انني نقدو بيدي باش كيجينا ذا كالشكل ديال الهيلالة على شكل كعب الغزال صافي كنستمر و كنشكل و كنشكل و كنشكل على شكل اصبع صافي كنجمع في الجناب و كنقدم زيان على شكل كعب الغزال كيف قلت لكم و كنستفون في الطاوة حتى كنسلي الكمية كاملة اللي عندي اصبع بنيس بلد الحلوه دي ف ما كنتخدش لينا ليد يعني ضغية ضغية كنشكلوها و حتى فطيب ديالها يعني ما كنتخدش الوقت صافي بهات الشكل كيف كنتشوفوا معي في الصور هنا يا بعد ما ساليت الطاوة ديالي او اللاطا ممكن انكم تستعملوا فيها الورق ديال الفران او ديال الطاوة لكن انا فقط اكتت انني ارشيت طاوة بشوية ديال الزيت ممكن انكم ترشو عليها شوية ديال الطاوة و كندخلها الفران اللي كيكون مسخن و العافية كتكون يعني ناقصة بزاف حتى كالطيب و كيدخلها الطيب بهات الشكل هدا كنرشها بشوية ديال السكر و كنقدمها بصحة و راحة كتجي لديدة بزاف و كتجي اقتصادية و صراحة كتجي بالنكهة ديال اللوس كنتمنى انها تكون عجباتكم و لا تنسى اشتركوا في الفيديو و اشتركوا في القناة و ادريوا تفعيل جرس بشوية دائما تصلوا بالجديد و شكرا على المتابعة و الى وصفة اخرى ان شاء الله شكرا 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 شكرا